بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج لا بأس في هذه اللحظات أن نردد الصلوات على محمد وآل محمد وأن نردد الدعاء الذي نحصل فيه على رضا الله ورضا صاحب الزمان اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رب إمامي وربي وخالق إمامي وخالقي ورازق إمامي ورازقي ارضى عني وارضى عني إمامي ورد في كتاب الكافي دخل رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لبيت المولى علي عليه السلام وهو مستبشر فقال قدمت يا علي لأبشرك بأن جبرايل نزل في ساعته هذه برسالة من عند الله وهي أن الله تعالى يقول يا محمد بشر علي بأن أحباءه من أهل الجنة فسجد المولى علي عليه السلام شكر لله وقال اللهم اشهد إني قد أعطيتهم نصف حسناتي فقالت مولاتنا وسيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام اللهم اشهد وأنا قد أعطيتهم نصف حسناتي فقال مولانا الحسن مع مولانا الحسين عليهم السلام ونحن قد أعطيناهم نصف حسناتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لستم بأكرم مني وأنا قد أعطيتهم حسناتي فنزل جبرايل عليه السلام وقال يا رسول الله إن الله يقرئك السلام ويقول لستم بأكرم مني قد غفرت سيئات محبي علي وأرزقهم الجنة ونعيمها فهنيئا لنا ولكم محبة علي بن أبي طالب ونسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن نحصل على أثبات على ولاية علي عليه السلام ويكفي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله من استمع إلى فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام وهو مقربها معترفها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر نسأل الله سبحانه وتعالى دوام الشكر على هذه النعمة برنامج صباحات ولأي أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام ترجمة نانسي قنقر